بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا أردت أن تسهل عليك العبادة فاسمع لهذه النصيحة واحفظها في قلبك إلى الأبد هناك آية نقرأها كل يوم وهي إياك نستعين إذا أردت أن تسهل عليك العبادة إذا أردت المعية الإلهية الخاصة وإذا أردت الولاية فتعلم فن الافتقار وتعلم فن التوسل والاستعانة قال تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إذن المسابقة والسباق والتقدم والسرعة في عمل خيرات والإنشراح لها وأن تكون خفيفة على القلب خفيفة على النفس وأن تتحول إلى لذة وسعادة وسرور وابتهاج وأن لا يمل منها الإنسان هذه تكون بإذن الله وجب علينا أن نقوله في كل حياتنا وفي كل وقتنا إياك نستعين ليست كلمة نرددها وإنما معنى حقيقي فعل نطبقه في حياتنا اليومية لنتعود أن نستعين من قال أنا انقطع ومن قال الله اتصل قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله أنبياء الله تعالى ورسوله الكرام علموا يقينا هذه الحقيقة فكان عليه الصلاة والسلام يقول في أذكاره يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أدنى من ذلك فأهلك وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك هذه هي الحقيقة كلما تبرأنا من حولنا وقوتنا تولانا الله تعالى بقوته قال تعالى أن القوة لله جميعا وفي الحديث القدسي المعروف حديث الولاية فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يقصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله إذا أردت التوفيق في أي مشروع في أي عمل قل يا رب إياك أستعين أرجوك عني يا رب أنت القدير وأنا لا أقدر إذا قمت إلى صلاتك قل إياك أستعين قل لا حول ولا قوة إلا بالله كلما ارتميت على أبواب الله وتذللت تحت قدرة الله ونسبت القوة كلها لله أتاك المدد وأتتك المعونة وسهل الله تعالى عليك العبادة لنعود أنفسنا ونحدث أنفسنا بأن نقول لو لا الله تعالى ما عبدت ولو لا الله تعالى ما صليت ولا تصدقت ولا صمت لو لا الله تعالى ما ذكرت نحن في الحقيقة لو أن الله لم يحيينا في هذا اليوم ما عملنا أي عمل لو أن الله تعالى كتب علينا المرضى أو الشلل ما استطعنا أن نعمل شيء فالمنة كلها والفضل كله لله سبحانه وتعالى هذه الطريقة وهذا الاعتقاد وهذه الثقة بالله صدقوني فيها من البركات وفيها من الفتوحات وفيها من التسهيل والحفظ ما رآه أهل الله وخاصته رأي العين وكتبت فيه الكتب وأولفت من أجله المؤلفات فالقوة تكون بالاستعانة والشكر نستعين ثم نشكر نستعين ونشكر ووعد الله تعالى لنا بأن يمدنا ويزيدنا وهذا وعد الله لا يخلف الله المعاد لإن شكرتم لأزيدنكم لا أزيدنكم